هذا الملف كذلك كان صدمة لمجموعة من أعداء الوحدة الوطنية وهو ربما يكون أكبر أو تاني أكبر ملعب على الصعيد العالمي يعني بطاقة استيعابية تتجاوز 118 ألف متفرد كريم قريبي عضو مجلس جماعة الدار بيضاء ما هي الشروط التي وضعتها الفيفا لجماعة مدينة الدار بيضاء مجلس الجماعة لكي تنظم الموندية لألفين وثلاثين إذن بالنسبة للفيفا كما تتعرف أن أولا تتسيني واحد الاتفاقية مع المدن ليس ما غير الجامعات الكوروية مع المدن المستضيفة في البروتوكول للفيفا فيها مجموعة من المعايير التي ستكون عند الجماعة المستقبلة لهذا النشاط الكوروي العالمي إذن اليوم تم انتداب السيدة الرئيسة من خلال المجلس كممتلة المدينة الدار بيضاء التي يمكنها توقع على هذه الشراكة وهذا الاتفاقية مع الفيفا ماذا عن تأهيل وصيانة مركب محمد الخامس لاستضافة كأس إفريقية؟ إذن كما تتعرفيك أن في يوليوز كانت دورة سيتنائية تم إلغاء التفاقية مع كذا وتم انتداب الدرع التدبيري والتأهيلي دي الوزارة شباب رياضة وهي شركة سونارجيس خاصة أن شركة سونارجيس هي المكلفة بالخمس الملاعب الأخرى من غير الملعب السادسة المركب الخامس من أجل تدبير دياله لإحتضان هذه التدهورة الإفرقية الكبيرة إذن مدينة الدار بيضاء خارطت كذلك في هذا الملف اللي هو كذلك كان صدمة لمجموعة من أعداء الوحدة الوطنية اليوم المغرب كانت طيقة عالمية ودولية أنه كانت بعدها قل من أسبوع تم زف الخبر من طرف الدول الملكية لأن المغرب سيحتردين كذلك كسافرحية هذا كله تعطي النركينة تيقة كبيرة في المنظمين المغاربة وما فاتئ المنظم المغرب إلا كانوا في مستوى انتظارات والتطلعات ديالجميع الدول ديال العالم إذن اليوم المركب محمد الخامس دخل في المرحلة ديالتأهيل تم انتداب سونارجيس من التدبير والتأهيل والصيانة والصيانة كذلك ديال المركب وديالجميع المرافع التابعة له كانت المدة ديال الاشتغالها تكون ما بين 18-22 شهر اليوم تنتكلموا على 12 شهر اللي ستكون إن شاء الله مارس 2025 سيكون الملعب جاهز من أجل وضع المفاتيح لدى اللجنة المنظمة للكاف لأنه عندها ترتيبات ستكون استباقية لهذا التدهور سيد الوليد نشكره من هذا المنبر لأنه صهراء شخصيا على أن هذه المشاريع أنها يتموا يعني الإصلاح ديالها وتأهيل ديالها في وقت معين وبواتيرة أكبر إذا أنت حجم الأشغال اللي كانت بشي بوحد الواتيرة تم الرفع من هاد الواتيرة بش يكون جاهز إن شاء الله فهذا اليوم تنتكلموا على 40 ألف كرسي ديال لغادان اليوم كلهم غيمشوا الملاعب القرب تعزيز البنية التحتيار الرياضية داخل مدينة المقاطعات 16 داخل مدينة الدربية يتفرق على هذا كل هذا واليوم سيكون المركب في مستوى انتظارا إلى إخراج المشروع الكبير اللي هو المركب الكبير لمدينة الدربية اللي سيكون يغضاه الملاعب الدولية العالمية وربما يكون أكبر أو تاني أكبر ملعب على الصعيد العالمي يعني بطاقة استيعابية تتجاوز 118 ألف متفرج لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر